السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم الحمد لله اتفضل الحمد لله كان عندي سؤال بالنسبة للحج انا دلوقتي المفروض ان انا رايح انا مفروض مهندس ورايح في شركة في السعودية في مكة في وقت الحج عشان اساعدهم في وقت الحج ده بس ما لا اشعر لقب الحج انا اساعدهم في الوقت بتاع الحج ده ان احو داك عارف ان بيكون في مكة زي حالة طرق جدا كل الناس بتكون في استعدادات قوية شوية للحج فلا المفروض رايح اساعدهم في وقت الحج ده يعني انت مهندس مساعد في مكة للهيئات في مكة مصبوط ايوه تمام فهو انا المفروض المفروض ان الطبيعي ان انا مش حارف اقوم بمناسك الحج فهل فيه امكانية ايه اقل حاجة قدر عملها في الحج ان انا يتكتب ليا ان حجت في الوقت يعني اللي سمعتها قبل كده ان انا ممكن لازم اروح مثلا في وقفة عرفة والبقية المناسك ممكن اطلع هل تستطيع الوقوف بعرفات ليل او نهار نعم هل تستطيع ان تقف في عرفات سام ليل او نهار انا قيل مش لسه مش متأكد لنا هي هذه الاساس اذا ما استطعت اذا ما استطعت ان تقف في عرفات لا في الليل ولا في النهار لا حج لك بحيث تدرك الناس يعني انك تدرك المصلين في مزدلفة في الفجر تدرك صلاة الفجر في مزدلفة ايه كل المناسك الثانية ممكن تبقى متأخرة يعني طواف الافاضة ممكن تأخيره رمي الجمار ممكن تواكل عنك في رمي الجمار السعي ممكن تأخيره تمام بس هي لازم اوصل لازم الحج عرفه خلاص